قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم أسر الشهداء ومصابيئ القوات المسلحة وذلك خلال الندوة التفقفية للقوات المسلحة وفي لفتة إنسانية حرص الرئيس السيسي على حمل أبناء الشهداء وصافح أسرهم وتتسلم التكريم زوجته السيدة سالي عبدالحميد محمد علي ووالده السيد محمود محمد عبد المتجلي وابنته أنهار وهاجر ومحمود وفي حد يفارق ويسدنا إنما بيعيش جوه أقلقنا بتغيب الشمس اللي مأزه وعمره ما بيغيب في فرق ما بين جسم بيمشي وروح ما بتمشيش واللي انت أكد سايب وابدنا تتدني السياء فرح تكتير وهو جهدرنا ومعك نكمل مشوارنا أصلي مفيش في الدنيا دي أغلى من روح إنسان وعشان أدي يا رب بعدنا داري يفضل فكريم ويفضل فكريم ويفضل فكريم وعشانك حتى بينا وعشان تبقى ما بيننا يفضل إسمك معنا سنين واسنين وعشان أدي يا رب بعدنا داري وعشان مش عايزة نصري داري هنبتلهم يدينا وهنبتلهم علينا أحنا اخترنا الطريق ده وفيه ثم نجلي في عمرك بتحس وجاني من غير من دور اسم الشهيد البطل عقيد أركان حرب أحمد محمد أحمد جمعة وتتسلم التكريم زوجته السيدة نورة محمد عبد الجواد ووالدته السيدة سعاد ياسين علي ووالده السيد محمد أحمد جمعة والأبناء علي وعمر أحنا اخترنا الطريق ده وفيه ثم نجلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة